موسيقى حبل المشنقة يهدد 58 متظاهراً إيرانياً والقضاء يعلن إعدام ثلاثة محتجين جدد في شراز ضمن خاص الحدث وحدة المسيرات بحزب الله في مرمى إسرائيل ودمشق تفقد السيطرة على أنشطة حزب الله موسيقى لبنان إلى مزيد من الانهيار بدون رئيس وفق ميقاتي وأبو الغيت يؤكد أن الإصلاح لم يعد خياراً الحوثي وطالبان يضطهدان المرأة فيهود الميليشيات على النساء تحاكي الحركة ساعة إخبارية مفصلة عبر الحدث أهلاً بكم يواصل النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام رغم الإدانات الدولية المتلاحقة حيث أعلن رئيس القضاء في محافظة فارس أن ثلاثة أشخاص أعدموا اليوم في شراز بينما أعلن موقع هارنا الحقوقي أن عدد المتظاهرين الإيرانيين المحكوم عليهم بالإعدام أو المعتقلين المهددين بالإعدام بلغ عددهم 58 شخصاً وبحسب الموقع الذي يرصد حقوق الإنسان في إيران بالإضافة إلى المتظاهرين المعتقلين الذين تم إعدامهم أو إعدامهم فقد تم الحكم على أحد عشر شخصاً آخر بالإعدام ويواجه 47 آخرون تهماً قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام اثنين منهم من النساء إحدهما تدعى دانا شيباني سياها زر سعادت آوات سياها زر سعادت آوات تتصاعد التحركات والدعوات في الكثير من البرلمانات الأوروبية دعماً للإيرانيين في احتجاجاتهم المستمرة منذ قرابة الأربعة أشهر ضد نظام طهران في السويد دعا برلمانيون من أصول إيرانية النشطاء والمتظاهرين لتوحيد خطاباتهم وتحركاتهم في نضالهم لإسقاط ما وصفوه بالنظام القمعي في إيران وقبل أيام قليلة في النمسا اتخذ أعضاء البرلمان في خطوة تاريخية بتبنيهم جميعاً قضايا السجناء السياسيين في إيران إذ أعلن جميع أعضاء البرلمان النمساوي البالغ عددهم 183 أنهم سيتبنون قضايا العدد ذاته من السجناء السياسيين في إيران أما في الجارة ألمانيا يقوم البرلمانيون بتحرك مماثل حيث انضم نحو 120 نائباً لحملة تبني قضايا السجناء الإيرانيين السياسيين هؤلاء بعثوا برسائل للسفير الإيراني في برلين وطالبوا بممارسة ضغوط على السلطات الإيرانية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين السياسيين كما دعا بعض البرلمانيين الألمان لفرض عقوبات على السلطة القضائية في إيران والقضاء الذين يصدرون أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في البرلمان الأوروبي أيضاً علقت مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين البرلمانية عضوية ألدر ماميدوف وهو رئيس البعثة المسؤولة عن العلاقات البرلمانية الأوروبية مع إيران واتهمونه بالدفاع عن مصالح النظام الإيراني وكان قد أكد المندوب الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات التي تشارك في قمع احتجاجات الشعب الإيراني كما أكدت أيضاً الخارجي الأمريكي في بيان لها أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإيرانيين في مواجهة عمليات القمع التي يمارسها النظام ضد المحتجين بالإضافة إلى حجد الإجماع الدولي المتزايد لمحاسبة النظام الإيراني البيان أشار إلى أن المحاكم الإيرانية قد أصدرت أحكاماً قاسية ضد المتظاهرين بينها عقوبة الإعدام بعد محاكمات سورية وطالبت الخارجي الأمريكية السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لعمليات القمع والاستماع إلى مطالب المحتجين في الموازاة فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران على خلفية التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف مسؤولين كبار يشرفون على محاكمة المتظاهرين أو قمعهم من بينهم محمد منتظري وهو المدعي العام الإيراني لإصداره أمراً مباشراً بأحكام قاسية ضد المتظاهرين ومسلم معين وهو رئيس منظمة الفضاء الافتراضي لدى الباسيج وتابع البيان أن العقوبات تشمل أيضاً حسين معروفي وهو نائب منسق بقوات الباسيج والذي قالت أنه المسؤول الأول عن قمع المحتجين أضافت الوزارة في بيان أن العقوبات طالت أيضاً شركات تعملوا على تصنيع وتزويد قوات الأمن الإيرانية بمعدات لقمع المتظاهرين إضافة إلى حسن حسن زادة وهو قائد قوات الحرس الثوري في طهران وسيد صادق حسيني وهو قائد فيلق بيت المقدس التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان هذه الساعة مستمرة فيها أيضاً بعض الفاصل مصادر الحدث تكشف تفاصيل جديدة حول سهدافات إسرائيل لحزب الله بسوريا حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية ترابلس القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المصار السياسي وهناك انسداد الآن في المصار العسكري أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس هذه المرة علامة الاشتباكات التي اندلعتها دا تفضع سياسي بحث إذا أتكلم عن المجتمعات السياسية يقدر ما أتكلم عن إحباب حاصلة تتحمل سوريا الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن تنوقف إطلاق النار وسيكون المأساة كبيرة أي كان السبب وأي كان للبادة راحة ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين الحالة الميليشيوية التي تمر بها البلاد الأرض ألا تبع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لم يستطيع أحد منه النجاح؟ الوجع لا يعرف هوية الموت ليس له بوصة والحروب لا تترك خلفها إلا القصص وأناساً بلا علوين أهلاً بكم من جديد ينضم إلينا الآن من دبي المتخصص في الشأن الإيراني في قناة الحدث أستاذ مسعود الفك أهلاً ومرحباً بكم معنا أستاذ مسعود في هذه الساعة المفصلة وهنا الحديث عن الإعدامات واستمرار إصرار النظام على هذه الطريقة في التعامل مع الشارع ومع هذه الاحتجاجات الكبيرة هل نستطيع القول بأن هناك رسائل مباشرة من النظام سيواصل إرسالها وبالتالي هل سيثني الشارع؟ هل سيجعل الشارع يعود؟ تحية لك والمشاهدين الكرام ما يجر على أرض الواقع والأحداث التي نشهدها خاصة في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة بالأحرى تدل بأن كل الرسائل التي أرسلها النظام للشارع وعنوان هذه الرسائل هو كان التخويب وترعيم الشارع يبدو بأن هذه الرسائل لم تصل أو إنها وصلت لم يكترث بها الشارع والشارع تجاوز هذه التهديدات بسبب انهيار جدار الخوف في المجتمع الإيراني المجتمع الذي يتجه نحن بعد أن انهار اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وأصبح الإنسان الإيراني يعاني من أزمة هوية نتيجة لتصرفات هذا النظام الديني يبدو بأننا نتجه نحو الانهيار السياسي والانهيار السياسي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام ولكن النظام لا يزال يستخدم نفس الأساليب التي لم تأتي بنتيجة في السابق في الاحتجاجات السابقة ويظن بأنه يمكن أن يصل إلى نتيجة منها ولكن يبدو بأنه لا يعرض لا يمكن تجربة التجارب الفاشلة تكرارها مرارا وتكرارا لن تؤدي إلى نتيجة وبالتالي تظل كثير من الأمور الخاصة بالغرب ونظرته لداخل كيف الاحتجاجات تسير هل تتناسب مع حجم ما يحدث في الشارع الإيراني الآن من قمع من تشدد من إصدار أحكام مقولبة يعني على سبيل المثال ما زال النظام مستمر في إعداماته حتى اللحظة الغرب بالنهاية في لقاءات سابقة قلنا بأن الغرب بالنهاية موقفه يبقى موقف رمزي وهذا الموقف الرمزي قد يعطي الشارع نوع من الدعم المعنوي ولكن بالنهاية الظروف الموضوعية هي التي تحدد مسار الاحتجاجات القيادات الميدانية وهي قيادات أفقية في إدارة الاحتجاجات وليست قيادات فوقية هذه القيادات هي التي تحدد مسار الاحتجاج في داخل إيران لذا الموقف الغربي قد يرتبط بمسألة الملف النووي يمكن مسألة تأجيل الملف النووي لا أعتقد الملف النووي يلعب دورا أساسيا في حراك المجتمع الإيراني إلا أنه من الناحية الاقتصادية والأضرار الاقتصادية التي جلبها للمحتجين قد يكون له دور ولكن من الناحية السياسية أعتقد المسألة تجاوزت الملف النووي وحتى تجاوزت مسألة المرأة والقضايا الأخرى وصلت إلى مرحلة إعادة النظر في الحكم بمجمله وهنا الحديث على فرض العقوبات ربما وهذه عقوبات نوعية عن صح التعبير في مجملها والتي فرضت على القضاء والسلطة القضائية إلى أي مدى ذلك مؤثر؟ وهذا القضاء بيده أمر إلغاء الإعدامات التي تصدر من وقت إلى آخر أم أنه مسلوب الحكم في ذلك؟ بلا شك هذه العقوبات على القضاء القضاء ليس مستقلا بالمعنى الحقيقي للكلمة في داخل إيران رئيس السلطة القضائية لا يمكنه أن يتخذ قرارا دون أن يأخذ بعين الاعتبار من عينه ووضعه في هذا الموقع وهو المرشد الأعلى المرشد الأعلى هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية في إيران لذا لا أعتقد بأننا نواجه قضاء مستقلا وهذا القضاء بإمكانه أن يتصرف بطريقة ديمقراطية وحتى يراعي قوانين النظام نفسها بل قضاء يخضع للمطالب السياسية يخضع إلى الأهداف السياسية التي يضعها النظام للقضاء لو كان قضاء مستقلا كان بإمكاننا أن نقول بأن هذا الأمر قد يؤثر عليه لذا القضاء مسلوب الإرادة في هذه الحالة وهو يخضع لأوامر عليا وهذه الأوامر الأعلى تحدد أهدافه استراتيجياته وحتى تكتيكاته للوصول لهذه الاستراتيجيات وبالتالي هذا القضاء مفرغ من فحواء أستاذ مسعود الحديث على أنه كيف تتحدثون بشعارات أنها تحكم بالشريعة أين الشريعة فيما يحدث؟ طبعا مسألة الحكم بالشريعة وتأويل الشريعة وتفسير الشريعة وتأويل وتفسير الحرابة وتأويل وتفسير الفتنة وما شابه ذلك وتفسير وتأويل القصص وكل هذه الأمور هناك خلافات شرعية حتى في الوسط الديني حول هذه القضايا لا يوجد اتفاق مطلق حول هذه القضايا القضاء يجب مثلا أن يكون مستقلا حتى في الشريعة القضاء مفهوظ مبني على العد وليس على الأوامر العليا التي تصل إليه لذا باعتقادي تفسير وتأويل الشريعة أيضا يدخل في سياق تسييس الشريعة وتسييس الشريعة أدى إلى مسألة مهمة للغاية وهو خلق نوع من النفور داخل المجتمع الإيراني تجاه الشريعة في الوقت الحاضر الشكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من دبي المتخصص في الشأن الإيراني في قناة الحداث أستاذ مسعود الفك شكرا لك أطلقت إدارة بايدن فريق عمل ضخم للتحقيق في كيفية يوصول المكونات الأمريكية والغربية إلى الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع التي تطلقها روسيا بالمئات على أوكرانيا وفقا لما قاله العديد من المسؤولين المطلعين على هذه الجهود لشبكة CNN وتشارك الوكالات في جميع أو من جميع أنحاء العالم واشنطن في فرقة العمل بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية والعدل والتجارة والخزانة في التحقيق ويشرف مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على هذا الجهد كجزء من نهج شامل أكبر للتعامل مع إيران حسب ما قال مسؤول كبير في الإدارة خصوصا مع حملاتها ضد المحتجين وبرنامجها النووي إلى دورها المتعمق في الحرب في أوكرانيا إذن تفاصيل أكثر تحقيق ضخم أطلقته إدارة بايدن للتحقيق بكيفية وصول هذه المكونات الأمريكية والغربية بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة الأمريكية الصنع إلى الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع شبكة CNN كانت قد ذكرت أن إيران بدأت بالفعل في نقل مخططات ومكونات الطائرات بدون طيار إلى روسيا للمساعدة في الإنتاج هناك في توسع كبير للشراكة العسكرية بين البلدين وفرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على الصادرات وعقوبات لمنع إيران من الحصول على مواد عالية الجودة ولكن ظهرت أدلة تشير إلا أن إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجاريا في الشهر الماضي فحصت منظمة أبحاث تعني أو تعنى بالصراعات وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها عدة طائرات بدون طيار تم إسقاطها في أوكرانيا ووجدت أن 82% من مكونات هذه الطائرات تم تصنيعها بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة هذه القطع التي تدخل بصناعة المسيرات الإيرانية تؤكد تورط شركات أمريكية بطريقة غير مقصودة فالمنتجات الرخيصة المخصصة للاستخدام المدني يمكن تعديلها بسهولة للأغراض العسكرية ووجد معهد أبحاث التسلح أثناء النزاعات أيضا أن أكثر من 70 مصنعا في 13 دولة ومنظمة ومنطقة مختلفة أنتجوا المكونات في الطائرات الإيرانية بدون طيار حيث قال أعضاء الكونغرس أنهم يأملون أن يتم تزويدهم بقائمة بالشركات الأمريكية التي تم العثور على معداتها في الطائرات بدون طيار في محاولة لفرض مزيد من المسائلة من خلال حد الشركات على مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها عن كتب إن استخدام المسيرات أصبح أمرا واقعا لذلك لا بد من العمل على هذا الموضوع وخبرة استخدام المسيرات يجب أن تكون لدى كل مجند وهذا يجب تنفيذه في القريب العاجل لا بد من إنتاج المسيرات الجوية والبحرية بأحداث المواصفة القتالية كشفت أيضا مصادر الحدث أن إسرائيل أقدمت ليلة الأحدى على استهداف ممتلكات تعود للوحدة الجوية التابعة لميليشي حزب الله في مطار القصير السوري في اليوم الثاني أي يوم الاثنين شنت إسرائيل غار عنيفة استهدفت التموضع الإيراني وسط دمشق حيث استهدف الهجوم مبنى متعدد الطبقات يستخدم كمقر لقيادة وتحكم إيران في قلب العاصمة السورية كما استهدفت أهداف تحتوي على وسائل استخباراتية تستخدمها جهات استخباراتية تابعة لإيران وميليشيتها أكدت مصادر الحدث أن النظام السوري يواجه صعوبة كبيرة في التحكم بنشاطات ميليشيا حزب الله في منطقة القصير والمطار حيث تعتمد ميليشيا الحزب على مطار القصير لإجراء اختبارات وتدريبات وعمليات بحث وتطوير متقدمة لبناء وتعزيز قواتها على الأراضي السورية كذلك كشفت المصادر أن الميليشيات الإيرانية تلجأ إلى استخدام البنية التحتية السورية لبناء قواتها والأحياء السكنية لتفعيلها الأمر الذي يتسبب في تصعيد الغارات الإسرائيلية تعد الوحدة 127 في ميليشيا حزب الله والتي استهدفتها الغارة الإسرائيلية هي المسؤولة عن مشروع إنتاج المسيرات في لبنان وتفعيل القوة الجوية في الميليشيات أنشأ الوحدة حسان القيس وهو المعروف والذي كان مسؤولاً بارزاً في ميليشيا حزب الله وترأس وحدة التكنولوجيا والاتصالات في الميليشيا قبل أن تتم تصفيته عام 2013 ينظم إلينا من أسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد رحال أهلاً ومرحباً أحمد الحمادي عفواً أهلاً ومرحباً بك سيادة العقيد الحديث هنا يطول في قضية الاستهدافات ليست المرة الأولى ولكن هناك أراء مطروحة بأن إسرائيل تمتلك من القوى الاستخباراتية ما يجعلها تعلم بدقة وبتفاصيل أين هي مخازن هذه الأسلحة أين تتحرك الميليشيا ذهاباً وإياباً نوعية الأسلحة المستخدمة هذه الغارات هل هي كافية بالفعل للتقليل وتحجيم وتقليص القدرة أو قدرة حزب الله داخل سوريا؟ السلام عليكم تحياتي لك ولأسادة المشاهدين بالطبع العمليات العسكرية الإسرائيلية والضربات الإسرائيلية هي موجعة وهي تقلص وتهدد الوجود الإيراني وخاصة ما يتعلق في التصنيع العسكري والأسلحة الحديثة أما أن ينهي هذا الوجود فهذا حتى الآن أمر بعيد المنال حتى الآن على الأرض السورية نتيجة الاتساع الكبير في التموضع الإيراني والميليشيات الإيرانية فحزب الله اليوم في منطقة القصير يسيطر على هذه المنطقة من القصير وحتى منطقة الزبداني فيما يسمى بجبال القلمون وهذه المنطقة متصلة مع الجانب الآخر من المكون في أبع البك والهرمل وبعض المناطق داخل لبنان وحزب الله يقيم شبه دولة في هذه المنطقة فلا الدولة السورية مسؤولة عن هذه المنطقة ولا الدولة اللبنانية لديه المعابر ولديه القوات ولديه الإمكانيات والنظام السوري يقوم بتقديم الأسلحة عبر معابر القصير وعبر معابر الغير شرعية في هذه المنطقة هذه الأسلحة التي تأتي من إيران وكذلك يقوم حزب الله في تهريب المخدرات من داخل لبنان وتهريب الوقود وبعض المواد التي تحتاجها في هذه المنطقة أما عن المعلومات التي تصل لإسرائيل فهناك عدة أنواع أولا هناك مصادر جوية بما تقوم به الطائرات والتجسس الإسرائيلي وهي تبرع بهذا الموضوع وكذلك التعاون الأمريكي الإسرائيلي أما عن الأرض فهناك الكثير من الجواسيس لدى حزب الله يتعاملون مع إسرائيل وقد كشف عدد كبير من هذه المجموعات والعناصر التي هي منتزمية لحزب الله وهي بالتالي جواسيس لإسرائيل أما المصدر الآخر فهي قوات النظام وبعض ضباط النظام الذين يتم شراؤهم في الأموال ويقدمون المعلومات أو الصاخطون على السياسة حزب الله التي تتحكم في هذه المناطق وتتحكم في القرار العسكري شيئا ما في المناطق التي تتواجد فيها إذن إسرائيل حسب المعلومات المتوفرة تقوم باستياد الأسلحة باستياد المستودعات القيادات وكذلك مراكز السيطرة والقيادة لحزب الله وللميليشيات الإيرانية وفق ما يتم اعتماده من معلومات حول خطر هذه المواقع وخطر هذه الأسلحة التي تنوي من خلالها حزب الله وإيران بناء قوة عسكرية بناء دفاع جوي مستقل عن قوات النظام التي فشلت في التصدي للغارات الإسرائيلية نتكلم عن 32 استهداف في هذا العام ولم تستطيع إيران وميليشياتها وكذلك حزب الله والنظام من التصدي لأي طائرة إسرائيلية إذن الموضوع يتعلق بكلما ازدادت خطورة حزب الله كلما ازدادت الأسلحة التدفق والمعدات والتصنيع والمعلومات تقوم بإسرائيل باستهداف هذه المواقع وبالتالي هنا العودة إلى الرد من قبل حزب الله يعني إسرائيل تقوم بهذه الضربات وتستهدف حزب الله والآخر يرد كلاميا وهنا طالت الأمور الكلامية في الرد الإيراني أو الرد من قبل حزب الله لسنوات هل هو مقصود؟ نعم عدم الرد هو مقصود من قبل هذا الحلف حلف الممانعة والمقاومة ورأينا أخيرا كيف بتوجهات إيرانية وحزب الله كيف استطاعت إسرائيل الحصول على حق الكيرتش للغاز في منطقة البحر المتوسط على الحدود البحرية ما بين الفلسطين المحتلة وما بين لبنان إذن فقط إسرائيل تريد أن تحجم الأسلحة الحديثة التي يمتلكها حزب الله وعدم وجود هذه الأسلحة في مناطق محددة أو استخدامها أو وصولها إلى إيران أو لحزب الله أما بالنسبة لعدم الرد فلا أتوقع بأن هذا الحزب والنظام الأسد وإيران سيردون يوما ما على إسرائيل نهائيا لأنهم أولا غير قادرين على مجابهة إسرائيل في هذا المجال فإسرائيل تمتلك الطيران والتكنولوجيا والأسلحة والصواريخ على عكس إيران ونظام الأسد فحتى الآن لم نرى بأن قوات التي تعتمد عليها إيران وكذلك نظام الأسد من المنظومات الدفاع الجوي من S-300 وبانستير وكل هذه المنظومات الدفاع الجوي الروسية أثبتت عجزها وفشلها في التصدي للتكنولوجيا الغربية علما بأن إسرائيل تمتلك الـ F-16 وتمتلك الـ F-35 الحديثة والأكثر تطورا في العالم بالإضافة إلى منظومات تشويش وحرب الكترونية متطورة جدا في المنطقة وفي العالم هل يشكل ذلك ضربة قوية بالنسبة للعدة والعتاد وهنا نتحدث عن ضرب هذه الوحدة 127 وهي خاصة بقضية المسيرات ونحن نعلم أن هذا السلاح هو المفضل لدى ميليشيات إيران إلى أي مدى ذلك قد يقلل أو يحجم من صح التعبير؟ المسيرات الإيرانية التي نشطت أخيرا عندما تم تصنيع هذه الطائرات والاعتماد عليها بأن القوى الأخرى هي ضعيفة قوى الصاروخية وقوى الطيران الغير مسير وكذلك القوات البرية لذلك يتم استخدام هذا النوع قصفت إسرائيل ليس فقط في منطقة 127 أو منطقة مطار الضبعة كما يسمى أو مطار القصير وقصفت منذ عدة سنوات موقع لتصنيع هذه الطائرات في مطار التيفور وكذلك في منطقة قريبة من مدينة دمشق في اللواء 59 وكذلك قصفت مطار الشعيرات الذي أصبح مطارا تبادليا لصناعة وتجهيز وصيانة الطائرات المسيرة إذن كل هذا القصف يمكن استعواضه عندما يتم التحدث بأن طائرة وزنها ضعيف وكذلك سعرها 20 ألف دولار فيمكن استعواض هذه المسألة الأهم هو استهداف رؤوس من يصنع هذه الطائرات ومن يستخدمها ضد الأمن في هذه المنطقة والاعتداء على شعوب المنطقة شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والإضاحات من أسطنبول المحل العسكري والإستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمادي شكرا جزيلا لك وإلى لبنان حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن اقتصاد البلاد عاد للنمو هذا العام ليسجل نحو 2% بعد انكماشه في السنة السابقة رغم ما وصفه بالضغوط الاقتصادية والاختلالات المالية وتوقع ميقاتي أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا يتراوح بين 4 و 5% في 2023 ما يعني السيناريو السياسي الاقتصادي الإيجابي وأوضح أن هذا السيناريو يتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة تتعهد بإجراء إصلاحات واستكمال الخطوات المطلوبة لإبرامي اتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ولكن في الوقت نفسه توقع ميقاتي المزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات بما سيفرض ضغوطا كبيرة على سعر الصرف في حالة عدم حدوث هذا السيناريو من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مشاركته في مؤتمر لبنان الطريق إلى النفط على أن الإصلاح في لبنان لم يعد خيارا وإنما الضرورة ملحة في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة مضيفا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من توجه نحو الركود التضخمي يزيد من صعوبة الوضع في لبنان ويستدعي الإسراع بالإصلاح وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن استمرار الشغور الرئاسي سيزعزع الثقة بدلا من تعزيزها ما سيؤثر سلبا على فرص التعافي الاقتصادي مشددا على ضرورة استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي جرى التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عبر إقرار القوانين الخاصة بالأزمة أو اللازمة وناشد الأمين العام القيادات السياسية اللبنانية لوضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار رغم أن أزمة لبنان لم تطوى صفحتها بعد إلا أن بيروت تبدو وكأنها استعادت رونق أعيادها بخلاف الأعوام الماضية وسط المدينة هنا كان أشبه بمدن الأشباح ليلا لكن الزينة عادت لتضيء لياليه الحالكة ويزوره الآلاف يوميا بعد أن خلل أعوام من الزوار أما قرى الميلاد وأسواقه فعادت لتنتشر في أكثر من منطقة وإن كانت بمبادرة خاصة إذا مش نحنا رح نقوم بحالنا ما حدا رح يساعدنا فمثل ما كنا عم نقول قبل أنه الكطاع الخاص هو يلي أمل هالبلد مظبوط ما فيه غير الكطاع الخاص هو رح يرجع يقوم هالبلد حسب الدراسات اللي عملناها والأرقام جبناها من وكالات السفر والسياحة وطبعا من شركات طيران فوق الستمائة ألف رح يجي على لبنان هيدا الموسم هول الشهرين لتاريخ اليوم صار واصل تقريبا 270 ألف بقى نحنا منقول لكل اللبنانيين ولكل السواح الأجانب وأشقاء العرب يعدوا بهذه الشتوية ويجل عنه موسم جديد من المواسم السياحية يأمل خلاله اللبنانيون خيرا مع رفع عدد رحلات الطيران أعلنت وزارة السياحة أن إرادات الموسم الصيفي لعام 2022 تجاوزت الستة مليار دولار لكن هذا الرقم لم يؤدي إلى تحسين عجلة الاقتصاد خاصة أن المستفدين فضلوا إبقاء هذه الأموال داخل المنازل يؤكد كارلوس صاحب أحد المطاعم أن عام 2022 كان الأفضل منذ بدء الأزمة لكن حفاوة المواسم السياحية لم تلغي أزمة الثقة فيرفض كارلوس كغيره من اللبنانيين إداء ما يتبقى من أرباح داخل المصارف عم نخبيهم هلأ القليل اللي عم يبقى عم نخبيهم على المصارف وعن هذا لأنه يعني الأزمة فواتتنا بمشكل كتير كبير ومجبورة تقبض الأكترية كاش تقدر تدفع لها التاجل لأنه أنت بنهاية عم تجيب منه وللموظفين لأنه أنه ما بقى بيقدروا يعيشوا من وراء البنك فأنت مجبورة تتعامل بالنقدة ساهمت أموال السياحة وتحويلات المغتربين في تليين وإن كانت بشكل بسيط في حدة الأزمة لكن هذه الأموال تحفظ في المنازل ليستمتع اللبنانيون بأعيادهم بعيداً عن المصارف غنوية تيم الحدث بيروت وفيما يستمر الشغل الرئاسي في لبنان وعلى وقع التباعدات والاستفافات بين تمسك حزب الله بمرشحه سليمان فرنجية والخلافات مع حليفه جبران باسيل علمت الحدث من مصادرها أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط سيلتقي رئيس التيار الحر جبران باسيل على مأدوبة غداء غدا الجمعة ينظم إلينا من بيروت أستاذ جورج عاقوري الكاتب والبحث السياسي أهلر مرحباً بك معنا في هذه الساعة المفصلة أستاذ جورج ما هي قضية أن لبنان يظل في هذه الأزمة بل وتصدر سيناريوهات على أن الأزمة بدأت تحل الأزمة بدأت تنفرج وهناك من يقول أن لبنان قادر على التعافي حتى وإن لم يكن هناك رئيس ومن يعطي الإجراء انتخابات أو على الأقل إكمال نصاب الاختيار هل يمكن للبنان النهوض بالفعل بدون انتخابات ورئيس هل الظرف يسمح بذلك وهنا طرف معرق لذلك هل سيسمح بنهضة لبنان إن لبنان لا يمكن أن يقوم وينهض إلا متى تمت استعادة الثقة واستعادة الثقة بحاجة إلى رؤية متكاملة هذه الرؤية بحاجة إلى قرارات جريئة وجدية والأمر لذا يتطلب رئيس جمهورية لذا يتطلب تشكيل حكومة ليس حكومة تصريف أعمال والبدء بخطوات ملموسة الأمر يقوم بشكل أساسي على السير بالإصلاحات المطلوبة هذه الإصلاحات كانت سبقة الأزمة التي تعصف في لبنان منذ العام 2019 وكان مؤتمر سادر على سبيل المسايا في العام 2018 في أيار 2018 كان اشترط المجتمع الدولي إجراء إصلاحات لأن الدول سائمت كما المجتمع العربي وتحديدا الخليجي والأشقاء من السعودية إلى كافة دول الخليج من مساعدة لبنان من المساهمة المالية في وقت أن سمت طبقة حاكمة تسيطر على مفاصل الدولة وتهدر هذه الأموال عوضة عن تبني البنى التحتية وأن تستسمر من أجل رفع شعن المواطن اللبناني وتعمين حياة كريمة له إمعان الليرة اللبنانية بالانهيار وهنا نتحدث على أنه ليس الانهيار الأول بل بالعكس كانت تصل إلى انهيارات غير مسبوقة ووصفت بأرقام قياسية بالفعل من المتسبب بذلك؟ خاصة أنه ما زال ميقاتي يصر على أنه لا نمو اقتصادي دون وجود رئيس المتسبب بذلك هو نحن بدأت الأزمة منذ العام 2019 آخر ثلاث سنوات من عهد الرئيس ميشيل عون كانت عهد الأزمة الطبقة الحاكمة كان رئيس جمهورية أو رؤساء الحكومات أو الفريق السياسي المحيط به لم يستطيعوا أن يعخذوا إجراء جدي نحن بعد ثلاث سنوات نتحدث اليوم عن أن الكابيتل كونترول يبحث أن خطة التعافي التي يحتاج إليها لبنان والتي تقوم على سلاسة أعمدة الكابيتل كونترول وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة أو إعادة ضخ الأموال ووضع خطة استراتيجية لهذا الأمر لم يتم إقرار قوانين جدية من أجل ذلك والبنك الدولي واضح في شروطه من أجل أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقط الدولي أن نصل إلى اتفاق لذا المسؤول عن هذا التأخر هم الطبقة السياسية التي تلكت طيلة ثلاث سنوات عن اتخاذ أي إجراءات جدية في الدول العالم عندما تقع الأزمة يتم إتخاذ إجراءة الكابيتل كونترول خلال أسبوع أو أسبوعين وإن في أقصى حد خلال شهر أما عندنا فقد مضى ثلاث سنوات ولم يتخذ أو لم يقر هذا القانون حتى هذه اللحظة وبالتالي هل نستطيع أن نقول أن لبنان سيظل على هذا الحال أم هناك أفق للحل في هذه اللحظة لا أفق للحل لأن المشهد قاتم إن كان بما يتعلق برئاس الجمهورية إن كان بما يتعلق بجدية السير بالإصلاحات يجب أن لا ننسى أن الإصلاحات بشكل أساسي تنص على ضبط الحدود تنص على تسكير معابر غير الشرعية تنص على ضبط التهرب الجمركي تنص على إعادة هيكلة إدارات الدولة وهذا الأمر يتضارب مع مصالح اللاعب الأساسي عنيت به حزب الله الذي يستفيد بشكل مباشر من تفلط الحدود أكان عبر المعابر أو عبر الحدود مع سوريا وأي ضبط لهذه الحدود يعني من المستبعد أن يسمح به حزب الله وهنا مكمن المشكلة المشكلة أن في لبنان سمة دويلة سمة فريق يفرض إقاعه على اللبنانيين يفرض على لبنان مصالحه وسياساته الخارجية ويتسبب بإشكالات للبنان مع كافة دول الجوار هنا مكمن المشكلة متى استعدنا الدولة واستعدنا الثقة بلبنان ومتى تحجم حزب الله واقتنع أنه لا يمكن لأي طرف أن يكون ما فوق الدولة وأن يكون لاعب إقليمي على حساب الدولة هناك يمكن بدء الحديث عن أن لبنان بدأ يسير على السكة الصحيحة من أجل التعافي وبالتالي يبدو أن الرسائل المرسلة من قبل الحزب الله متكررة وخاصة فيما يخص الحالة الأمنية ولها انعكاسات على رؤية المجتمع الدولي بالنسبة للحالة الأمنية داخل لبنان الوضع الأمني ورسائل حزب الله وأيضا استهداف قوات اليونيفال إلى أي مدى ذلك يجعل لبنان أيضا يعود إلى نقطة الصفر إن هذا الأمر يؤكد المؤكد أن لبنان رهينة تحت فاعد قبوة وفاعد سلاح يمرسه حزب الله ويزرعه في بيئته نحن شهدنا في الأسبوعين الأخيرين الاعتداء على قوات اليونيفر والسقوط شهيد لها من جهة وشهدنا في بلدة رميش الحدودية أيضا انتهاك لأملاك وأراضي الأهالي من قبل جمعية بيئية هي في الحقيقة هي جناح لحزب الله والأمر كاد أن يتحول إلى إشكال كبير الحزب لا يعبه لمخاطر هذه التصرفات أو لا يدرك مدى خطورتها لأن ما جرى مع اليونيفل أمر ضقيق جدا أمر خطير جدا يهدد الاستقرار في الجنوب يهدد وجود قوات الأمن لبنان لا يمكن أن يتحمل أي رسائل توجه عبر صندوق دموية أو عبر أراضيه أكان في الجنوب أو كان في كافة المناطق اللبنانية الشكر جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من بيروت كنت معنا أستاذ جورج عقول الكاتب والباحث السياسي شكرا لك وإلى العراق حيث أعلنت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية العراقية القبض على 26 متهما متورطا بعمليات تهريب للمشتقات النفطية كاشف كذلك عن استبدال 80% من المنتسبين المكلفين بتفتيش صهاريج المشتقات على الطرق الرئيسة بتهمة تسهيل مرور كميات كبيرة مهربة وأكد مدير عام شرطة الطاقة اللواء ضافر نظمي أن المديرية نفذت في الواحد والعشرين يوما الأخيرة عمليات ضد أوكار تهريب المشتقات النفطية تم خلالها ضبط ستة منها تحتوي على 17 صهريجا واعتقال 26 متهما مضيفا أن المديرية تنفذ حاليا عمليات في البصرة ضد المتجاوزين على المحرمات النفطية وتابع أنه تم في العمليات الأخيرة كذلك القبض على 18 متهما من منتسبي الجهزة الأمنية ما بين ضابط ومنتسب وما زال هناك 14 آخرين فارين وصدرت بحقهم مذكرات قبض وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن أوامر الاعتقال طالت 32 قياديا من الحجد بينهم آمر لواء ومسؤول أمن الحجد في صلاح الدين وكشفت عن هروب آمر لواء ومعاون آمر لواء لضلوعهم بتهريب النفط من الصينية وبيجي وبلوغ وارداتهم الشهرية أكثر من 10 مليون دولار في مداخلة أيضا مع الحدث أشار المحلل السياسي والأمني العراقي إلى أن ميليشيات عراقية تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم لاستغلالها في عملية تهريب النفط أتمنى أيضا أنه إذا ما ضبطت الحدود بتوجيهات وتوصيات الحكومة العراقية على طول الحد مع إيران وتركيا أن تضبط منافذ التهريب التي يلجأ إليها الميليشيويين حقيقة هذا ليس بسر وهذا ليس بشيء جديد هم متنفذون يعني قائمون على كثير من الإمدادات النفطية ويثقبون تلك الأنابيب ويهربون منها كثيرا هناك من يقول دليلك نقول لهم أن الناس كلها تتحدث وترقب بل حتى أن هناك مناطق محصورة ومغلقة لا يعود إليها أهلها من النازحين لأنهم متفرغون الفصائل لعملية التهريب ويعني استدارة أو العمل على سرقة تلك الأنابيب وتحويلها إلى صهاريج تهرب عبر الحدود تستمر هذه الساعة وفيها أيضا بعض الفاصل الحوثي يستلهم تجربة طالبان أسقطت القوات الحكومية موسيقى أيضا العائلات من التوجه إلى حضار نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا صنع القرى لا يتم في صنعاء ولا في صعداء هل فعلا المجتمع اليمني على وشف ثورة ضد هذه الميليشيات؟ ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الإنقلابية عبدوا التريجة إطالة أمد الصراحة لسنا مستعدين أن ننجل أبنائنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثي ثقافة السيد لن تكون هناك ثورة إلا من داخل صنعاء نحن في تعز نعيش حالا من الهلع ميليشيات لا تختلف في سلوكها عن جماعات أخرى صنفة إرهابية لماذا الميليشيات الحوثية لا؟ ترجمة نانسي قنقر هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون ممثلا بكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبررا كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالي سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد بما أنه هو دستور مستقبلي ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستفتاح؟ أهلا من جديد وصف الاتحاد الأوروبي قرار طلبان بمنع النساء من التعليم في أفغانستان بجريمة ضد الإنسانية دعيا الحركة إلى التراجع عن قرارها وعلى خلفية هذا القرار قدم أساتذة جامعيون استقالاتهم احتجاجا على القرار فيما منعت قوات الأمن التابعة لطلبان الفتيات من دخول الجامعات قرار طلبان حضر التعليم الجامعي للنساء لأجل غير مسمى أشعل عاصفة إدانات داخلية وخارجية داخليا هذه المرة بعيدا عن المنافسة السياسية عبر زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمة يار عن رفضه لقرارات طلبان الأخيرة واصفا إياها بالمخزية هذا القرار غير عقلاني بمنع الفتيات من الدراسة في الجامعات يجب فهم الأولويات وتجنب القرارات غير المجدية والمدمرة وفي تصريح للحدث قال وزير الخارجية الأفغانية السابق حنيف أطمر إن قرار منع الفتيات من الجامعات خطوة ضد القيم الإسلامية وحقوق الإنسان حرمان الفتيات من التعليم يعرض حياة العائلات وتقدم أفغانستان ومستقبلها لخطر حقيقي دوليا طالبان افتقرت منذ البداية للاعتراف بها بسبب تجاوزاتها ولا تزال الولايات المتحدة تقف بحزم ضد التضييق الذي تمارسه طالبان ضد الأفغان وتحذر من أن ذلك سيكلف الحركة مزيدا من العزلة ينبغي على طالبان أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدوا بها مرارا وعلنا لشعبهم سيترتب عليه تكاليف ملموسة الأمم المتحدة بدورها استنكرت حرمان الأفغانيات من حقهن بالتعليم وحذرت من أن ذلك مؤشر للمزيد من سلب الحقوق الاجتماعية بل وحتى السياسية من جانبه استنكر بيان منظمة التعاون الإسلامي الشديد اللهجة قرارات طالبان مذكرا بأن المنظمة سبق أن حذرت الحركة نوفمبر الماضي من مثل تلك التصرفات سياسة طالبان لقت رفضا على مستوى الأكاديميين في أفغانستان ودفعت البعض منهم للتعبير عن ذلك بالاستقالة فيما علت أصوات أفغانية مطالبة بمظاهرة حاشدة في كافة أنحاء البلاد ومن أفغانستان إلى اليمن حيث تستلهم الميليشيات الحوثية تجارب طالبان حيث بدأت ميليشيات الحوثي بتنفيذ إجراءات جديدة مشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط الحقوق الأساسية فبعد أن منعت تنقل النساء وسفرهن بين المدن والمحافظات وإلى خارج البلاد بدون محرم أمرت بالفصل بين الموظفين والموظفات وعزل النساء العاملات في مكاتب مستقلة عن الرجال في المؤسسات الحكومية تمهيداً لحرمان المرأة من حقها في مزاولة العمل خارج المنزل أكدت مصادر عاملة في مصلحتي الجمارك والضرائب بصنعاء أن الميليشيات بدأت منذ الاثنين الماضي عزل الموظفات عن الرجال كما تم منعهن من تنفيذ أي مهمات ميدانية خارج المكاتب هذا فيما وجهت مكاتب التربية في مناطق سيطرة الميليشيات بإلزام طالبات المدارس بارتداء الجلباب وتغطية وجوههن بالكامل قوبلت هذه الإجراءات بصخط واسع في أوساط اليمنيين باعتبارها تستهدف حرمان المرأة من التعليم وحق العمل والمشاركة في الحياة العامة بينها وبين الحلم بالدراسة حلم بالعبور إلى البلد المقصود تحاول القبضة الحوثية تحطيمه عبير المكتري شابة يمنية من محافظة تعز أرادت استكمال تحصيلها العلمي في مصر بعد حصولها على منحة دراسة هناك لكن ميليشيات الحوثي أبت السماح لها بذلك ربما ليقينها بوهن رصاصها أمام قوة رصاص قلم بين أنامل عبير فلاحقتها وغلقت الأبواب أمامها فلم يعد بإمكانها المغادرة لا جوا عبر مطار صنعاء ولا برا باتجاه مطار عدن بعد ما قلت لي منحة سفر للقاهرة أتفاجأت أنه تم منعي من السفر من قبل الحوثيين في مطار صنعاء فقلت أسافر بدل ما أسافر من مطار صنعاء أسافر من مطار عدن أنا بطريق العدن تم منعي مرة ثانية من قبل الحوثيين القصة هي عبير ومثيلاتها القصة هي المرأة اليمنية بل أكبر القصة شعب مرتهن بقبضة ميليشيا تجبرت بالسلاح فسمحت لمواليها ومنعت عن الآخرين وما من سبيل سوى الكلمة نحن لا نستطيع غير أن نعمل عمليات المناصرة عبر الكتابة وفضح هذه الأساليب واستنكارها أو عبر التواصل مع المجتمع الدولي في حالة أنه يستطيع الضغط على هذه الميليشيات عبير مثلها كمثل شابة أفغانية أوصد الطالبان أبواب الجامعات والمدارس دونها لأن امرأة متعلمة ستنشئ جيلاً سيرهق بوعيه حاكمه حوثياً كان أم من طالبان أم آخرين يمنى جلاص الحدث وعلى صعيد آخر حرمت الميليشيات الحوثية بألغامها الأرضية مئات المواطنين من مزارعهم في محافظة الحديدة غربي اليمن لا يقصد هؤلاء في بحثهم العثور عن كنز في باطن الأرض بل يقصدون تأمين كل من يعبر هنا من موت حوثي غرس في التراب في الحديدة إذن تمتد المساحة المفخخة بألغام الميليشيات إلى أكثر من أربعمائة مليون متر مربع لتشكل ما نسبته أربعون في المئة من مساحة المحافظة ألغام حولت مزارع المواطنين في الخوخ والجراح وحيس إلى صحار قاحلة ترجعت الحركة الزراعية كثيرا في ساحل اليمن الغربي بفعل ألغام الميليشيات وفقد أكثر من أربعمائة وتسعين مدنيا حياتهم بالسلاح ذاته فالمزارعون الذين اعتادوا ممارسة أعمالهم في أراضيهم هذه كانوا مشريحة الأكثر تضررا من تلك الألغام نزحنا من بلادنا والآن هنا في مدينة الخوخة هنا والآن بلادنا هناك ناس تاني المهم وزرعتنا هناك ونخنا وسيبنا كل شيء وأجينا هنا والألغام سبب يعني في مجودنا هنا كامل الناس ماتوا من بلادنا يعني فارقوا آباءهم وأمهاتهم كامل الناس قد حان نشتينا الرياء بس ما لها شطريرا نشتيه الغام يفتشوا لنا عليه أو يبعدوا الجماعة لهم موجودين يصلحوا أي شيء إننا قد نرياء في مجودنا آجي مرتاحي على مدى أعوام من الحرب تخوض الفرق الهندسية لمشروع مسام السعودي معركة كبيرة مع الألغام الحوثية منتزعة ما يزيد عن 350 ألف لغم حوثي وعبوة ناسفة من الطرقات وأراضي المواطنين في الساحل الغربي فيما ترفض الميليشيات تسليم خرائط الزراعة تلك الألغام في الأراضي اليمنية هكذا إذن بدت غالبية الأراضي الزراعية في الحديدة محظورة على المزارعين بعد أن هجروها بسبب الألغام الحوثية ألغام قتلت وجرحت العشرات منهم بل وأعاقت أعمالهم في مواسم الزراعة هل سعيد الحدث من مديرية الخوقا جنوبي الحديدة؟ لم يتبقى لنا إلا التذكير بالعنوي حبل المشنقة يهدد 58 متظاهرا إيرانيا والقضاء يعلن إعدام ثلاثة محتجين جدد في شيراز ضمن خاص الحدث وحدة المسيرات بحزب الله في مرمى إسرائيل ودمشق تفقد السيطرة على نشاطات حزب الله لبنان إلى مزيد من الانهيار بدون رئيس وفق ميقاتي وأبو الغيط يؤكدوا أن الإصلاح لم يعد خيارا الحوثي وطالبان يضطهدان المرأة في أمان لا